احتضنت العاصمة الاوكرانية كييف مؤتمرا دوليا حول الموروف الثقافي لمسلمي اوكرانيا بمشاركة مجموعة واسعة من العلماء والمؤرخين من مختلف الدول سعى المؤتمر الى كشف الحقائق التاريخية حول تاريخ الوجود الاسلامي في المنطقة بعيدا عن العديد من المغالطات المنتشرة حوله تفاصيل اكثر في التقرير التالي على مر القرون كان المسلمون متواجدون بحضارتهم على اراضي اوكرانيا بداية من العصر الذهبي ومرورا بخانية القرم ثم انتهاءا بالحضارة العثمانية خلفت هذه الحضارات وراءها ارثا تاريخيا كبيرا لازلت معالمه باقية في مختلف مناطق اوكرانيا لكن هذا الارث بقي بعيدا عن الدراسات العلمية تاريخ الاسلام والمسلمين في اوكرانيا كان دوما بعيدا عن البحوث العلمية وبعيدا عن المدارس والجامعات هناك تاريخ مغيب حول المسلمين او يقدم بطريقة سلبية وهذه مشكلة كبيرة على اراضي اوكرانيا مرت العديد من الدول الاسلامية التي كان الاسلام هو الديانة الرسمية فيها وللمساهمة في كشف الحقائق عن هذا التاريخ المغيب جاء تنظيم هذا المؤتمر الذي حاول الكشف عن جانب مهم من الحقائق التاريخية حول الوجود الاسلامي في اوكرانيا في هذا المؤتمر من خلال البحوث العلمية يبين أن الاسلام والمسلمين كان لهم حضارا وكانوا يتعايشون بالسلام مع الكميات مختلفة مع الاصحاب الديان اخرى وكانوا قدموا في مجال العلم والثقافة والفن وحضار بشكل عام قدموا كثير وكثير لهذه البيلات خانية القرم كانت دولة متعددة القوميات والاثنيات والديانات عاش كل سكانها في ظل احترام متبادل من خلال إنشاء نظام حكم كان متوازنا لدرجة كبيرة في ذلك الوقت المؤتمر تضمن ثلاثة محاور تتعلق بالاسلام في تاريخ القرم وبتطار القرم وكذلك بالاسلام على الاراضي الاوكرانية والعلاقات مع الدول الاخرى مؤرخون وعلماء من اوكرانيا وتركيا ومولدافيا وبيلاروسيا واذربيجان قدموا مجموعة قيمة من البحوث التي كشفت عن حقائق مهمة من التاريخ الاسلامي في اوكرانيا محمد زاوي يو اي تي في